الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عرض التقرير خلال اجتماع الأسبوع للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللي قلنا لحضراتكم نعقد بالفيديو كونفرنس وطبعا تم الإشارة فيه لمستجدات التعامل مع الفيروس وأكدت فيه الوزيرة كمان عن إجراءات تيسير وتسجيل حالات الإصابة في المستشفيات الخاصة إلكترونيا بشكل مباشر من خلال توزيع اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل مستشفى أكدت كمان أنه تم صرف العلاج المنزلي لحوالي 7098 حالة من الكبار و 648 حالة لأطفال وكمان حقائب العلاج اللي بيتم صرفها للمخالطين تقريبا 57 ألف حقيبة للكبار و 13 ألف حقيبة تقريبا يعني 13 وشوية 13 ألف و 800 أو 18 ألف و 366 حقيبة للأطفال